مرحبا بكم مشاهدينا في الماكن تتابعونا وكذلك مستمعينا أكيد بودكاست أما بعد الهدف جالنا من خلاله أننا نستطفض ضيوف من مختلف المجالات وأكيد الرسالة جالهم كتكون بينا من خلال النقاش اللي كنت نقش فيه واليوم ضيفة خاصة ضيفة بنت الضار كيف كان قوله مدام بهية بن خار مرحبا بك معنا الله يبارك فيك شكرا صرفتني في بودكاست أما بعد الشرف لي كيف كان قوله في الشتوق فاكتب الأستاذ صحيب أنك تحاور خصوصا أنك إلا ربيت عليه إعلاميا أحمد أنا فخورة بك وفخورة كيف ما قلتي هذه دارنا كاملين وما يمكنش نكون جاهدة إلى رفض الدعوة اللي تقدمت لي من داري الأساسية ومن منزلي الأساسي اللي هي مجموعة راديو بلوس اللي كتنتمي لها تالي بلوس كيف كان عرفه الواحد كيعرف أنه يعرف راسه أكتر ويوصل الناس شكون هو اللي يجي نقول لك اليوم شكون هي باهية باهية إمرأة مغربية إمرأة طموحة اللي بغت نعرف راسي صعيب شوية أنا أم أم مواطنة ومقاولة وحد إنسانة اللي نقدر نقول لك على راسي باش اللي خاص إنسانة شغوفة وطموحة ومقاتلة ومتابرة كيف كان قولوا غا نبدو من لولة المشوار عندك بزاف تلكاسكات سياسية مقاولة مسيرة إعلامية وغيرها من للكاسكات اللي كنا نبدو أول حاجة من المشوار ديالك اللي كان في تسيير مقاولات الإعلامية ومن بينها أكيد راديو بلوس اللي كنتي كتشرفي نائبة سيد المودي العام سيد رحمل العدوي كنتي نائبة دياله قبل أنا أدره كيفاش تدخلتي للغاديو بلوس شنوما الحوج اللي كانوا عندك كيفاش تدبلوبيتي والتي أنه والتي نائبة سيد المودي العام مشواري في راديو بلوس يعتبر محطة فارقة في مشواري المهني وليش العالم الإعلام بالصدفة يعني أنا خريجة مدرسة عليا للتجارة والتسير المقاولات يعني جيت لراديو بلوس اليوم الأول من أجل طلب تغطية يعني كان في الشهر الأول اللي يلا هنتلقات فيه راديو بلوس هنا بمراكش شاءت الأقدار أنني يعني نطلقها بالسيد المدير العام السيد عبد الرحمل العدوي أنا داك اللي يعني اقترح لي أنني التحق بإداعة راديو بلوس وكنت أشتغل قبل مرة راديو بلوس يعني بالموازات مع الدراسة ديالي وكنت مازال لك ساعتي الميدة يعني مازال كنقرف في المدرسة العلية للتجارة وتسير المقاولات العشو السي هنا بمراكش يعني كنت صدفة وكنت أجمل صدفة يعني في حياة بهية المهنية أنا ديما كنت شغوفة بالإعلام شغوفة بالصحافة يعني معافش الناس قلالي كيعرفوا أنني أنا كنت كنكتب في جريدة أنوال وأنا طفلة يعني أول مرة أنا كنولج لعالم الثقافة يعني بحكم أنني عندي صحفيين وإعلاميين في العائلة ديالي يعني كنت كتبت مقالات وأنا طفلة في جريدة أنوال وبقى عندي ذلك الشغف وإنما من كده بشعليك عمر ما كان عندي يعني واحد خارطة طريق مهنية أنني سأل يجو إلى ميدان الإعلام أنا كنت في ميدان تسير المقاولات هنا جاء التحاقي براديو بلوس ندخلت لمجال الإعلام كان ذلك الساعة يعني واحد المجال حديث في المغرب من مورال يعني الخوصصة ديال المجال أو لتحرير مجال السمعي خصوصا يعني الإداعات الخاصة وخلق الإداعات الخاصة وجاء واحد لوكخين ولي كنقوله جديد لي هو لما نجمت ميدياتيك أو لتسير الإعلامي يعني هنا في لقيت راصي لقيت أنه كيجمع لي بين الشغف ديال الإعلام وديال التواصل وبين يعني التسير وقدرت يعني أنني أنتبت راصي في هذا المجال حضرت اتقاء ديال سيد المدير العام مشكورا يعني دعمني بشكل كبير ودعم عملي ونتائجي اللي يعني تحدثت عن نفسها وبدأنا يعني من المنصب ديال المسيرة تجارية وهنا بمراكوش إلى مسؤولة تجارية على الجنوب إلى نائبة المدير العام ديال مجموعة راديو بلوس وهذا شرف لي ومن بعد جاءت كيف كنقوله من بعد التطور جاء واحد التحدي أنك قررت أنك تغادري أرض الوطن وتوجهتي لوليات المتحدة وهناك بدأت حياة جديدة أنا ضرع على الإكسبرانس شوية ديالوليات المتحدة ونتعلى هجرة أنه ما من شي مشيتي هير كيف كنقوله نحن سياحة ولا مشيتي العمل ما ولكن مشيتي على أساس أنه الاستقرار أكيد يعني هي الفكرة كذلك أنا حياتي مليئة بالصدفة أحمد يعني ما تنقررش بزاف وتنتبع شوية بعدما تنتبع الأهواء ديالي وكانتبع حتي ذاك شي اللي كيسوقوا لي سدرب يعني المشروع ديال الهجرة هو كان مشروع أسري يعني الزوج ديالي كان عنده يعني هذي الحلم ديال الهجرة إلى أمريكا من بعد كنه كان أجله كان أجله كان أجله احتجتني واحد الفرصة ديال العمل في أمريكا وقلت نمشي ما قدرتش صراحة أنني نتخلى على البلاد ديالي أو على راديو بلوس أولا جتني شي شوية صعيبة وإنما كيف معرفت راسي في اللول سنقولك أنا واحد إنسانة طموحة ومقاتلة لقيت أنا في راديو بلوس وصلت يعني لواحد المرتبات على نائب المدير العام ما غديش نقول للمدير العام ونحي تسعب رحمه ولقيت أنا يعني في واحد العمر الصغير وصلت لواحد اللي كانقوله كيف ما كان قولو في الغصوخ الزمان اللي ما ممكنش باقي نتخطها وتنشوف أن الطموح التموح تعي أكتر وتنشوف أنني أنا لم أخلق باش نكون صالغي ولا نكون أجيرة ولا نكون أنني تنخدم يعني بوحد الضوابط اللي تفرض علي شي حد يعني صفي يعني كنت بغيت أنني نطالق ونطالق يعني في أفق أكبر وفي تحدي أكبر وأنني انتبت راسي في مجر أكبر وأنني نكتشف أمريكا لملا وأنني تبعت هذك الحلم الأمريكي مشيت الأمريكا ويعني واللاسويترا كتعرفها أنا لك المفارقة باش نخلي مستمعين يكونوا معنا في القصة مفارقة أنه ومشيتي كالاستقرار بدأتي في واحد العمل شوية هنا نسمع أنه مدام بهية درت قرية قرية مغربية في أورلاندو أنها كتجمع قرية مغربية يعني المغرب مصغر في أورلاندو بمساهمات مختلفة دخل فيها الاستثمارات أود أنها تلقي السهد كيفاش أنا وجدتك الفكرة أنت أنها تجري قرية مغربية كيف أن نقول تحشي البلاد جبت البلاد عندك ماشينتي يرجع قرية المغرب يعني جت في واحد لحظة تأمل وفي واحد لحظة حنين للوطن يعني مني مشيت الأمريكا دي ما كنقول هلقيت أنني ما عنديش حلم أمريكي حلمي الوحيد هو حلم مغربي يعني رقيت أنني مغربية وسط أمريكا لم تلق بي الهجرة لم تلق بي يعني متشبتة جدا بهويتي متشبتة بوطنية حسيت واحد الغربة شديدة لقيت أن هذاك الحلم الأمريكي ماشي كيف ما كنشوفوه لقيت أنه مكينش محسن بالمغرب ديالنا وهذه ما فيها جزع ما مزيدات أو لا إطراءات يعني هذيك الدفء دي المجتمع المغربي هذيك المغربي التعناد تحشتها وكان ما يمكنش أنني نرجع في هذيك الوقت مثل أنني بديت في واحد المسار لقيت رأسي أنني كنت حامل بابني فارس اللي ديما تنعتبر واحد فأل خير على بها بشار الخير بشار الخير وكان الإبن تاعي الأكبر غالي كان يعني متمدرس ما كانش ممكن أنني صافي نقول صافي رخصي نرجع لالتزامات أسرية والالتزامات مهنية هناك قلس واحد نهار في لحظة التأمل كما قلت ليك باقي كان عقل في سانتخالب بارك في نيويورك تنقول تحشت المغرب كيفاش غادي ندير ما عجبتنيش أمريكا بزاف ما عجبنيش الاستقرار في أمريكا وفي نفس الوقت ما خصنيش نفشل في التحدي اللي أنا نرفعته وخصوصا أن الأسرة تاعي المقربة كان ضد فكرة الهجرة أصدقاء تاعي ولا الناس تاعي ولا الناس اللي كانت خدمة معهم كل شي كانت يقول لي يا با هي عندك مصار جميل هنا في المغرب علش بغيت تمشي بقيت كان نقول كيفاش غا نجمع التوليفة بين أنني نرجع المغرب كيفاش ندير ولا نقول علش ما نجيبش المغرب لأمريكا لأنني أنا بحتي كاكي مع الأمريكيين لاحظ أن المغرب وخذك شي ما تعرفوش أمريكيين بزاف أو لا تعرفوه غيب واحد صورة نمطية تتعلق بالرمل الدهبية وبالجمال وبالتاجين والكوسكوس المغرب في هادشي أكيد وإنما فيه ما هو أكبر المغرب دابا أكبر وجهة استثمارية في أفريقيا المغرب اليوم كنسميه هو منارة بين إفريقيا وأوروبا هو بوابة نحو إفريقيا يعني كنعتبر أن المملكة المغربية عراب إفريقيا وعراب الاستثمار في إفريقيا كمدخل كذلك وجهة سياحية جميلة جدا بمحيطين بوحدة ترات زاخر بوحدة ترات لا مادة كبير وبترات مادة كبير وأنا ديما أستنبط مشاريعي من الخطابات الملكية كان راقني عندما يعني تحدثت صاحب الجلالة عن الترات المادي والترات اللامادي للمغرب وكيف يجبوا تتمينه هنا نقول علش ما نجمعش واحد القرية اللي اسميتها قرية المغرب على اسمتها قرية لإنما اللي كان قوله قرية تكون فيها الدويرات أو الدويريات وتكون الوسط على الباحث القرية هكذا تصورت ندرته بحال هكا بالضبط علش اختارت أورلاندو لإن فيها يعني أكبر تمركوز دي الجلالة المغربية بأمريكا يعني كين وحد عدد كبير كين الألاف دي المغاربة فكرت أنك تنتهموا تجيبوا لهم المغرب اللي عندهم أكيد حتى هموا وساعدوني يعني أنا قبل ما ندير الوفيلاج جماغة كنت اشتغلت ناطقة رسمية باسم الأمي سي سي اللي هي الموروكن أمريكان تشامبر أوف كوميرس بفلوريدا وكننا يعني نضمنا معا واحد الحدث كبير اللي أنا يعني فخورة بنضمامي ليه وبمشاركتي فيه وبتعزيزي ليه اللي هو لانويد وليغيطاج أو لليلة الإيرت المغربي بدوري كرة السلة الممتاز الانبياي يعني كنا فتتحنا الدوري دي الانبياي بطرات المغربي بألوان مغربية بنجوم مغربة بنجوم مغربة دوزي مجموعة تفنائي الدورة الثانية كان عندي فيها دور أكبر في التنظيم اللي يعني قدرت أنني نلقنا على فناء يرجى وتعاونوا معنا وكان نعطي واحد تحية الأمي الحناوي لأنه صراحة تعاون معنا بززاف هذه النقطة اللي شفوها يعني ملايين الانبياي هي أكتر دولي رياضي في العالم لأكتر مشاهدة ينقل مباشرة عبر القنوة التلفزية كاملة عبر العالم ويكفيني فخرا أن تغنات فيه العيون عينية أنه كانت فيه خارطة المغرب من طنجة القويرة غير مبطورة الخارطة كيف ما هي وكيف مخصها تكون عبر العالم ونحنا ندافع عنها يعني من هنا بدأت عندي واحد الشغف أنني إذا كنت أحمد تريد أن نشتغل في شي حاجة خاص نشتغل على قضية ما سنشتغل نشتغل في وكالة خاصة هي المهنة التي هي التواصل وإنما يجب أن نتواصل من أجل شيء هادف يعني كالإشتغال ديما تكون قضية والقضية الأولى هي قضيتنا الوطنية وهي صورة المغرب هكذا يعني بعد أن غادرت راديو بلوس ومن راديو بلوس تعلمنا بزفت الحويج أن الوطنية هي المركز الاشتغال ديالنا حنا نعتبر رأسنا أننا كلنا ناس مخزانين في خدمة الوطن في خدمة المواطنين في خدمة الهوية مني كان نقول الوطن راه الوطن هو المواطن إلا ما خدمتش المواطن لنت ما تخدمش الوطن يعني هذه هي الحاجة الأولى في الإعلام كنا كان نخدم المواطن من تقريب المعلومات ترفيه عنه تعطيه المعلومات الصحيحة عبر إعلام هادف يعني وأنا فخورة بإداعة راديو بلوس لأن ديما كان المحتوى ديالها محتوى هادف وعمرها تحت في هذاك شي ديال الصحافة ديال بوز أو للصحافة ديال الإعلام اللي نقدرون نسميه إعلام تجاري كان واحد خط تحريري محايد جدا ينصره الوطن وينصره الحق هكا تربينا فغاجو بلوس كان يعني من طبيعي أنني منين بشيط الأمريكا توحشت هذا شي وتنقول ما يمكنش أنا نخدم في واحد نظام رأس مالي محضو رأس مالية متوحشة ليس نخدم فيها من ثمانية لتناش الجوجل الساو كذلك شي ما مجاش معايا وانا كنبغي نخدم كما كنسمي وانا إلكترون ليبغ جسو إن كريات خيس ديدي يعني كن كيعجبنين نخلق الأفكار ونطبقها الفكرة كانت كما قلت هي أن نخلق قرية المغرب غير هو نخلقها لأنه تمثلي وطن ماشي تمثلي يراسك لماذا تمثلي مستراتيجي تمثلي أنه نقول مغربة خصوصا أورلندو فشتل مغربة اللي مجين ويأتي وليس حاجة مغيرها وليس حاجة جديدة وليس حاجة اللي نستفدو مننا احنا يوقحنا هنا وانتو مالهي نستفدو مننا أكيد هذا ما قلت واحد شوية البنشماركين يعني البنشماركين هو أنني حاولت نحلل شنو كيتدار في أمريكا شنو كيديرو مغربة أمريكا ونحاول ندير شي حاجة اللي تجمع كل ما ما قدم من قبل وندير واحد المحطة موحدة اللي هي واحد المغرب مصغر يعني خلقت مؤسسة موسك استراتيجيز هناك بأمريكا يعني ما تخلقاش مؤسسة خلقت شركة ديلي يعني خلقت مقاولة في أمريكا وقدمت المشروع للسفارة المغربية بواشنطن يعني طرقته الباب ورحي بابي بطريقة كبيرة وهنا كان بغي نشكر جزيل الشكر وكان بغي نقدم واحد تقدير وامتنان لسفيرة صاحب الجلالة بواشنطن لجمانا اللي ما بخلتش عليا بالدعم المعناوي بالتأطير الدعم الديبلوماسي التوجيه يعني خلقت قرية المغرب في نسختها الأولى من قلب سفارة المغرب بواشنطن وهذا شرف لي كوحدة عاد كتحط رجلها في أمريكا طلبت أنني نقابل سعادة السفيرة رحبت بي تحددت معها ورشدتني للناس أو لل قدرون نقول له ديباقتمون اللي كيتكلف بهذا النوع من الأنشطة هناك بالسفارة اشتغلوا معي بطريقة كبيرة اشتغلنا لالاعتمادات كذلك اشتغلنا على الشركات اللي كانت شركات كلها مؤسساتية يعني ما كانش معي الخواص كانت معي الوكالة المغربية اللي استثمار والصادرات كانت معي دار الصانع كانت معي جهة العيون يعني باش تدي جهة العيون وكان يعني فيها واحدة رسالة كبيرة اللي تمثلت المغرب من ناحية الجهوية هناك بقرية المغرب بأورلاندو كانت معي يعني كان معي واحد عدد غرفة التجارة بأقادير واحد العدد من المؤسسات لو سي بي كذلك يعني السياحة اللي كيمتل التقافة كانت معنا وزارة التقافة كذلك درنا حتى واحد الرواق اللي بوليفغ جماغاك يعني الكتوب اللي تتحدث عن الطرات وعن تاريخ المغرب كان رواق دي الأطفال كان رواق تا الصناعة التقليدية كانوا أروقة للصناعة التقليدية صناعة كاملين كان عرض أزياء كان الفن يعني كان مغرب مصغر بطراتي هي كيف ما قلت في الأول المادي ولا مادي اللي تعرفوا للأمريكين وكانوا معنا أمريكين كانت معنا غرفة التجارة الأمريكية كانت معنا عمدة مدينة أورلاندو كانوا معنا دي كونغرسمان كانوا معنا صناعة قرار كبار بأمريكا وزادني شرفا أن الافتتاح ترأسته للا جمانا سفيرة صاحب الجلالة هناك يعني في واحد غداء عمل اللي كان هو الافتتاح دي القرية المغرب هناك بأورلاندو قرار كبار ولي تمضوا فيه شركات كانت عندي أنا لتوجه دي الدورة الأولى كانت توجه أكاديمي لعقد شركة بين جامعة الأخوين وجامعة وسط فلوريدا اللي كانت ما دي كسعة كان هو الرئيس دي الجامعة الأخوين سي بن عويشا اللي كان نوجه له التحية لجا ومضى شركة مع الرئيس دي الجامعة فلوريدا في وسط قرية المغرب وكان واحد العدد من المباحثات واحد العدد من تدارس واحد العدد دي الشراكات في الهجرة في الاستثمار كانوا معنا مستثمرين وألقت كلمة الافتتاح للا جمانا وتبعتها واحد المائدة مستديرة اللي كانوا فيها صنع قرار مغربة وصنع قرار أمريكي يعني من بعد كيف نقوله دراسة جدولي درتيها كيف نقوله احنا مختلف المجالات أنا كقدرتي أنا كتجي بي المغرب وتجي بي مختلف تخصصات سواء في الدراسة سواء في الاستثمار وغيرها نجحات الدورة الأولى ومن بعد فكريت أنك ترجع للمغرب وتجري الدورة الثانية في إفريقيا أكيد كيف جاءت الفكرة أنه من أمريكا لإفريقيا أولا كيف جاءت الفكرة دي للرجوع يعني غيرت قرية المغرب حسيت أنني حققت حلومي المغربي والأمريكي وقلت أنا خسني رجع البلادي وسمعت النصيحة دير شكون اللي كان دقيت لي رغبت خدمي بلادك حسن من بلادك رجعي لبلادك ما ديش نسى النصيحة ودرت بها تسنيت أن سنة الدراسية انتهت ديال ابن ديالي ورجعت للمغرب ورجعت كذلك المغرب الأسباب صحية أنني مرت شي شوية مني كنت في أمريكا تمحتل النمط ديالعيش صعب هنا عندنا الأهل وعندنا العائلة وعندنا الأسرة وعندنا لكيعة وانا تم مرة كنت دير كل شي بوحدك كنت نقول المثل أحباب اللي كنت تكون أسزقها أرجعت أكيد أن المشروع كان ناجح أنني كان خاصة ندير دورة ثانية دورة ثانية كليك ديما نستمت توجهاتي من الخطابات الملكية ومن يعني لزوغيونتاسيون ستخطيجي كتا ديال الخارجية ديالنا شفت أن ديك ساعة كان التوجه استراتيجي هو بعد الخطاب بديل صاحب الجلالة وجهنا للتوجه إلى عمقنا الإفريقي للتشبت بعمقنا الإفريقي ولكذلك التوجه إلى شركات جنوب جنوب لأننا صراحة شوية كل مرة نريد أن نتوجه نحو الشمال نحو أوروبا نحو أمريكا نحو آسيا لماذا لا أننا نعزز الخبرات ديالنا داخل إفريقيا هكذا ستقوى إفريقيا وهكذا سيساهم المغرب كذلك في سقوية إفريقيا بأن يكون يعني بنتنا واحد تعاضد ويكون بنتنا واحد تعاون في جميع المجالات ونقول لما لا توجه إلى ساحل العاج أولا ساحل العاج دولة صديقة للمملكة المغربية عندما توجه قبل ندير الفيلاج المغربية نمشي ندير واحد زيارة ميدانية تفقودية ندير ندير ونشوف أي حاجة نريد فيلاج دماغوك راح تكون بتشاور مباشر وبشاركة مباشرة مع السفارة المغربية التي تمتل المغرب في تلك الوجهة يعني كما كان الشأن بالنسبة لأمريكا هكذا كان في ساحل العاج يعني توجهت طلبت أنني نقابل سيد سافير صاحب الجل بأبي جون ساحب الماكل التاني لتهوار حبيا وتهوار مدني بيد العاون ومشينا احنا وياه ترقنا جميع أبواب الوزراء شفنا واحد في زيارة الميدانية واحد ستا واللي سبعة على الوزراء يعني قد دينا شاركات الإطار درنا شاركة مع السفارة وبدينا نوجده في الاعتمادات أنا مادام سوف نفتح معك واحد القوس خصوصا يعني من بعد كاس إفريقي من طباع أنت أي مسؤول إفريقي إن فو تقول مرحبا ثم أشقائنا أشوف هذه نقطة جميلة هذه نقطة جميلة أحمد نقول لك لماذا كانت تفكر واحد لحاجة مرها نريد نسأل يمشينا لأبي جون خلي المسؤولين سنقول لك الشعب الإفواري تقول فيفلغوا تقول فيفلغوا على صاحب الجلالة يعني تحسوا أن الملك ديال ملكتهم تجتني الغير هنقول ما ملكنا هذا يعني وأحسست بالفخر صاحب الجلالة محبوب بواحد طريقة منقطعة النظير لأنك يهبط للشواري عندهم كيف ما يدير هنا في المغرب يعني هذيك الطريقة قريب من الإنسان هو هك في الطبيعة ديال يعني حتى من يمشي الإفريقية كتحس بي أنه قريب من المواطنين هناك وتي بغيه بواحد طريقة منقطعة النظير زعم وعيشت وشفت الناس كيف يزعليها المغرب كيف كيف تخرب المغرب الإفواريين كيف يزعليهم صاحب الجلالة وكيف نحن كمغاربة كيف تتقبلونا وكين تم شواريع تجارية رفاق المغاربة كتلقى كتبع القفطان والبلغة والمأكولات المغربية والناس المالي يبيعون لك تخو مناجي في أبي جون مغاربة كين واحد الشارع الناس يبيعون لك لما تزعج تلاجات كده مغاربة كين مستثمرين من المقاولة الصغرى إلى المقاولة الكبرى وهناك مؤسسات كبرى يعني كين مستقرة في إفريقيا وخصا في ساحل العاج لف مجال الاتصال مجال البناء كتلقى شركة مغربية هي يعني تم واحد مشروع كبير بمساهمة مغربية وشركة مغربية اللي يعني نفتخر أننا ليس غير الناس اللي كتجي عنا في المغرب وكتبني لنا في المغرب اللي لأحنا نمشي ونبني ونقس ونعاون في تشهيد دول إفريقية يعني الرؤية الملكية نشوف أنه إفريقية بشكل عام مش نحنا كيف نقول إحنا الواحد نقول لك البتسامة أي واحد تتناقش أو تتذكر معه تتقول أنا مغربي أو تقول محمد السادس أكيد أكيد تتفقى الفقر تحسب الفقر يقول مرحبا أي حاجة خصاتكم تلقي واحد الكرام واحد للنطباعة تتغير من ناحية طريقة الكوميكاس تتحسب حلقة في مغرب لا 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 ننسى أن نرى مملكة ضاربة في عمق التاريخ 12 القرن يعني ما سهلش و12 القرن تكونت منها 12 القرن دي العلاقات الضاربة في عمق إفريقيا يعني إحنا واحد المملكة وكنشوف أن ديما يعني الملوك دينا كيتشبتوا بالإفريقية ديالهم بالعروبة ديالهم بالإسلام ديالهم يعني ما تنسى أننا إمارة المؤمنين وكينا دول إفريقية مسلمة لتعتز بانتماءها للإفريقية وتعتز بعلاقاتها مع مملكة المغرب اللي فيها إمارة المؤمنين وكينا حتى ذلك الجانب الروحاني كنشوف أنكينا الطريقة التجانية في سينيغال اللي عزيز عليهم المغرب تنشوف يعني إحنا المغرب واحد الدولة اللي تتجمع أو لواحد المملكة عفوا اللي كتجمع واحد العديد من الأشياء تتعايش مع بعضها دينيا تاريخيا عرقيا إثنيا يعني وهذا شيء كله كنمثله وقليل أنك تلقى واحد المملكة أو لواحد الدولة اللي كتمثل ولا عند هذه المتدادات كاملة يعني المغرب بدير بحل الملتقات العديد من المتدادات لذلك كنلقوا أن علاقتنا جميلة مع يعني الأشقاء الأفارقة والأشقاء العرب المؤسسات والدول مختلفة سواء أفريقيا والعربيين أكيد تكون ترحيب من طرف المغرب شنو نجاح نتع الدورة الثانية ولكن لين في انتباه دي في هذه المرحلة وبغيت أنا قدر نذكر ولكن الحقيقة أنت كان عارف كما تريد تكلم في الموضوع أكثر من بعد نجاح نتع الدورة الثانية كنت مراتي مرحلة دورة الثانية كنت الخدمة كيف نقول على الجهد مع المؤسسات وغيرها لأنه مشروع كبير وكيف ما قلتي لا يمكن نفعله مشروع كبير وما تكون معنا مؤسسات كبيرة وكان اخصص اعتمادات كبيرة وما كان ممكن أن نبقى وقالسين وقلبنا على شركات مع المؤسسات اللي عودت دعماتنا وكان ندائمين أكثر في الدورة الثانية من قرية المغرب اللي كانت جميلة جدا كانت معنا رحال اللي كان وجهه التحية من هنا خصوصا كمال رحال اللي كان بغير نشكر لأنه صديق وشارك واللي عاوننا أننا قدمنا حتى الأكل المغربي داخل قرية المغرب كانت معنا أبناك كان معنا يعني مؤسسات هنا كانت مؤسسات الخواص اللي التقت بنظيرتها هناك بساحل العج واللي كان مشروع كبير درنا فيه واحد لأسواغ الغالة اللي كان فيها مئة ديبلوماسي يعني كانوا فيها جميع الدبلوماسيين اللي كيمثلوا جميع الدول يعني السفراء دي الدول الأخراج يعني هذه نقطة سجال لسفارة المغرب بأبي جان اللي كان يعني كان واحد العرض كذلك دي الأزياء المغربية كان المطبخ المغربي حاضر وكان التشاورات يعني السياسية وكذلك الاقتصادية والتجارية كانوا معنا وزراء كان من هنا يعني وزارة التعمير ووزارة ونظيرتها بساحل العاج وكان واحد العدد كانوا واحد عشرة على الوزراء من ساحل العاج وشي ثلاثة أو الأربعة من المغرب كيف كان نجاح القرية المغربية المراد الثانية في إفريقيا كيف نحن بشكل مغير عن طبيعتها وعدها ومن بعد كيف كانت مصاب بمرض السرطن وبرغم ذلك كنت قوية وكان نجاح ساحق القرية المغربية في إفريقيا ونحن نحن على المرحلة المراد برغم أن كان عارف أن كيف نقول ما بغيت يشتبقى لس المراد السرطن كيف مدن بهية أكيد كنت قلت لك لجملة ماشي ما بغيش تبقى لسقالية تكيتا وجزء مني مراد السرطن هو تجربة ولا أخجل من أي تجربة بالأكس أنا بالنسبة لي تجربتي مع السرطن كانت على مفارقة في حياة بهية ولم تمنعني من الاستمرار في العيش وني كنقول العيش يعني هو الاستمرار في حياة عادية هو لم يكون عادي وإنما أنا فرطت عليه أنه يولي عادي هذا هو الأول نقطة باش أنا وجهت السرطن أنني قلت له رح ما غديش تحبسني وأنني خرجت ووجهت العالم وعلنتها وقلت أنني كنت مصابة بالسرطن وأخا يعني سدت واحد ثمان شو يباهد أنا كيف ما كنت هدر على الشكل بغيت يتهدر كان ظن على أنني ما كان شعار وخرجت صلعاء وخرجت في الإعلام وخرجت في هذا لأنني كانت عندي واحدة رسالة اللي بغيت نوجه لجميع الناس سرطن بعيد صراحة أنا درس وقضيته كنت كنت كنحس براسة مريضة وشحال وانا كنقلب على أشنو باش أنا مريضة تكن القفية مشي سرطن واحد جوج دي الأنواع السرطن اللي دوس العلاج الكيماوي دوس الأشعة دوس المينو طيغابي دوس واحد العداد من المراحل في العلاج وما منعتني هذا المراحل أنني نستمر في مراحل الحياة الطبيعية إن أنا قبل كل شي أم وكان خاص نبيه الوليداتي أنني أنا قوية ونبيه الرأسي أنني أنا قوية ونبيه العالم هذه الصورة اللي خدوا على يدي ما تعبهية الإمرأة القوية كيف ما يسموني كان خاص نبيه السرطن هو اللول يعني كانت هذه الرسالة ديالي رسالة ديالي كانت أن عمرك وكان نوع من الإمتنان لله أنني ماشي سفي نفشل وأنني سفي نيأس المشروع ديال قرية المغرب كان بادي قبل ما نصب السرطن أجلته لأنها تصبت السرطن قبل الدورة الثانية بالضبط في أبريل 2019 والدورة الثانية كانت في ديسمبر 2019 يعني ست شهر الأولى ديال العيلة جدوزتها وقفت على الرجلية وقد عدرت قرية المغرب وكانت رسالة والحمد لله ألهمت الكثير لكن تجربة كيف نقول تغير شي حويجات وكيف تبين الناس ماذا تغير في بهية وماذا الحويج التي تبين لها التجربة التي تبعها السرطن مرض خبيث و أخطر منه أخو أخو أرى ثلاثة الحويج وكتبين لك وكتبين لك وكتبين لك لك المرض وكتبين لك ثلاثة الحويج ويقوم ثلاثة تغربت ومرضت ومرت 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 تبخر الناس الذين كانوا أصحابي وأخوتي وحبابي تبخر تبخر وإنما ظهر معدن آخر لا أعطيهم القيمة كثيرا في حياتي أولا لم تخدوني الأسرة التي سنشكر بطريقة كبيرة التي سمتعوني بزاف الأم وأب والزوج والخوتي والأخوتي وناجي والدتي غالي وفارس أصدقائي المقربين هنا أصدقائي المقربين هنا أصدقائي العربي سيد عبد الرحمن العداوي الذي أعتبره أخه وصديق لنوقف معي فهذه المحنة بطريقة من قطعة النظير والعديد من أصدقائي منهم توما منهم أسرتي فراديو بلوس منهم أصدقائي هنا بمراكوش العديد منهم منهم مؤثرين ممثلين إعلاميين وممثلين 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 ومثلين خصوصا في المرحلة إن كانت في إسبانيا كنت في إطار عملياتي متعددة ومع الكلام صعيف في هذه المرحلة كيف نقول لنا وعشنا معاك وشنا معاك الأيام تاع المرضي للك ولكن برغم هذا كامل كانت جيمة كتشوف بها هي كين القوة والبتسامة ولا تفرقك نقول لك لماذا؟ لأنني أرضى بقدر الله وتنشوف أن ربي بغي بالدل حياتي وعجبني يقولون العجائز ويقولون عننا في المغرب ويقولون موات نوج الدوات نقبل ما نخرجه تقول لك سير ابنيتي الله ينقى ترقك من الشوك أنا السرطان نقى ترقي من الشوك ونقاني تأنا داخليا وعرفني على أخطائح تأنا وعرفني على الكثير من الحواجي كنت غالطة فيهم كنت غالطة حتى في أولوياتي في الدنيا كنت يحتبني على الدنيا يخدمه وطموحه وحجرة وكذا وكذا كنت غالطة في الجلوس مع الذات وعرفت على ذاتي أكبر بهي ولكنك تعرف بهي أكثر بهي ولكنك تشوف عينيها بعينيها كنت قلت واحدة جملة وأنا كنت شبت بها والتي هي خارطة الطريق ديالي كنت تأسفت لأنني استأصلت عيني هذه أول مرة سنقولها في منبر إعلامي لأن السرطان كلفني أناسا كلفني خدلانا وكلفني عيني يعني هو واحد يتفرق مع عيني لم يكن أكثر من هذه أن هذه العين هي عين إصطناعية أنني أعيش بعين وحدة وكن نقولي لربين قسلي من البصر زادني في البصيرة يعني أراد دنيا والناس من قلبي وش حتى الناس غلطوا فيها نرمدان هذا وسنقول مسامحهم دنيا وأخيرة لأن الواحد ما كتعرفش الظروف فاش غلط فيك وما كتعرفش تشيطان كيكونوا كين حتى الشيطان الآدمي كين الناس اللي كت... ما عرفش اللي تستاذوا في المياه العكرة أسامحهم وطويتوا هذه الصفحة وأشكروا هذه الصفحة لأنها جعلت مني من أكون اليوم وليت أفتخروا أكثر بالناس اللي كتحيط بيها بالأسرة تعيب أصدقائي الحقيقيين والحمد لله حباني الله بواحد الأصدقاء من ذهب بواحد الأسرة من ذهب اللي كتسندني إلى يومنا هذا وبشركاء في العمل ديالي اللي موقفوش عند هاد النقطة كلهم يعني الناس اللي كيبغيوا بهي بالصح عمرهم موقفوا عند هاد النقطة وبالعكس أنهم دعموني ماديا ومعنويا ومهنيا والحمد لله كان الحمد لله على هاد كانت قوس يعني ديما كنت كان نقول أننا سيتون بغانتاز اللي تفتحات في واحد لوقيته وتسدات في واحد لوقيته وتسدات بطريقة جميلة الحمد لله شوف كان حمد لله وتنشكره يعني تبعت العلاج ديالي هنا بمراكوش وبإسبانيا كنشكر الأطباء تاعي وتنشكر واحد الدكتورة هنا بمراكوش اللي عالجتني وهي اللي بدأت معي العلاج كيموي هنا وأصبحت صديقة ديالي وسندتني اللي كنشكرها بزيف ما غنقول سميه ساعة مغي عجباج لحال ولاني غنقول لها شكرا من القلب من بعدها شنا توقوف ديال القرية القرية المغربية وش كين توقوف نهائي ولا هير كيف نقولوا بوز المشاريع أخرى اللي غنت نقشو عليها قرية المغرب لانتتوقف توقفت بكوفيد اللي توقفي العالم شغل قرية المغرب مرة منين كانت لغوا بخيز من مرة الكوفيد جاء مشروع آخر وفكرة أخرى قرية المغرب كانوا نوجدون نسخة ثالثة ديالها في ويجهة أخرى جديدة سنعلن عنها قريبا وخدامين ومن هنا بدأت الفكرة من قبل المناسبة اللي كنا فتخرنا بها اللي هي كأس العالم بقطر بدأت الفكران مواهب كوراوية كيفش جت للفكران مواهب كوراوية وتنظيم ديالها وكيفش أنها سيرت لحد الجولة الثالثة اللي غيكون فينا إن شاء الله الفكرة جت من داخل مؤسسة موسك ستراتيجيز وهي فكرة ماشي ديالي ماشي ديالي ببوحدي ديالي أنا و الأستاذ عبد الرحمن العدوي اللي يتقاسموني رئاسة مواهب كوراوية اللي نشتغل معا داخل مؤسسة موسك ستراتيجيز اللي هي بالمناسبة أول مؤسسة خاصة للترويج الوطني يعني هذه المؤسسة تختص في النشونال براندين يعني ميك نقول النشونال براندين أن أي حدث أي تظاهرة تنظيمها هذه المؤسسة يكون فيها الجانب الوطني أي خدمة الوطن أو المواطن فيلاش جماغاك راهدرنا عليه من تنظيم مؤسسة موسك ستراتيجي وموسك ستراتيجي موسك ستراتيجي لا تبقى ش تدير فيلاش جماغاك يعني كنخصنا أننا نوعه في المجالات وكيف ما نقوله ديما أنا و السعبد الرحمن نصم دي كنسبتور ديدي يعني إحنا ما نقولوش إحنا ما نخدموش لشي حد يعني ممكنش تعيطيوه أجي خدميلي هاد الفنمان ديالي إحنا كنفكرو في تظاهرات ديالنا وسنفكرو في الكنسبت تعنا فكرة كنت تبدأ عنا تطبيق ديالها البحث عن الممويلين على الشركاء البحث عن الاعتمادات أو التطبيق ديالها يعني كنبغيو شوف أنا واحد الإنسان إلا كنت ما بغيتش أنني من مرة تجريب سيفرات ديو بلوس اللي غادرتها في الفين وسبعتاش دي بحنا في الفين وربع وشين سبع سنوات وأنا كنشتاغل تنسير مؤسسة مستراتيجيز يعني ما يمكنش نخدم أنا مع شي حد كي تل موجو سيفر فيكسونيست أو المتطلبة تيخص الخدمة اللي درتها تكون متقونا ونكون آنة نجريها من التلزيد هذا يقدر يكون ديفو تقدر تكون كاليتي وإنما صعيب لأن أنا تفرض عليها حي طريقة الاشتغال يعني كنا كنت نتحدوه في إطار محدثاتنا أنا ووس عبد الرحمن على ما نقدرون نديره من مورا قرية المغرب فكرنا في مجال الكرة القدم قلنا وهذا شيء قبل من المانديال هذه بين قوسين سنة قبل المانديال فكرنا أننا نشتغلوا على ميدان التنقيب في الأول كنا كنا نقول المغرب ستكون بيبينياغ ديال تعالي طالان واحد المشتل ديال المواهب الكوروية خصوصا في القرى النائية في المناطق النائية لما فيهاش النوادي لما ستقدر الجامعة بوحدها أنها تلقى ذاك الوليين اللي ساكن في ذاك الدوار في ذاك المنطقة اللي لا تلعب فارق لا تشوفه مدرب لا تشوفوش الإدارة التقنية حناك الاشتغال ديالنا هو هذا تواصلنا مع سيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكورة القدم سيفوزي القجاع اللي سنشكر بزاف وأشد على يديه لأنه ما بخلش علينا فسح لنا الباب رحب بالفكرة دعم الفكرة تقنيا ماديا معنويا تأطيريا حتنا للكونسبت اللي اشتغلنا عليه مدة سنة وحنا كنشتغلوا على دراسة جدوى مع مختصين في كورة القدم مع تقنيين في كورة القدم مع إعلاميين رياضيين مع ناس اللي كيف يفهموا في الكورة لأن احنا فاش كنخدمو على شي بخوشي وش حموحتي بدي يقول أش جاب كنتي للكورة ولا علاش غديري الكورة وعلاش ما نديرش الكورة لكنت أنا أسير واحد الشركة اللي تتقن يعني تدهورات وتسير تدهورات وتنظيم تدهورات واحد الشركة اللي قدرت تدير واحد تدهورة كبيرة عالمية خارج أرض المملكة علاش ما تجيش وتدير شي حاجة داخل أرض المملكة ولي شي حاجة كيفما قلت لك في اللول خصاة تكون كتخدم المواطن يعني كتخدم ذاك الأطفال أننا نقدروا نخرجهم من دائرة أن ما تعرفهم تواحد دائرة الضوء وأننا نديرهم يعني المجال الاحتراف كان هذا هو وفي هذا يعني في إطار الشركات اللي كانت عندك وشنا المبادرات وشنا كيف نقول احنا باللباس صحراوي شناك باللباس الأمازيغي شناك باللباسات كل كل الأقاليم اللي زرته لقيته مواهيب دبا حاليا يعني في الجولة الأخيرة غدوصل فينا اللي عرفت أنه على حسب المصادر اللي كانوا في الإعداد من تلك الحلقة أنه حتى دوك المواهيب اللي ما تمش اختيار داله استفدت كذلك أنها تكون يعني أنها تدرب في ديسونطر مختلفين أنها تكون جهوية نعلان أو لا تواصل جهوي في مختلف الجمعيات ومختلف المنشآت الرياضية شوف هي تداهرة مواهيب كروية تعد الحمد لله أكبر تداهرة لتنقيب على المواهيب الكروي بالمغرب وكان فيها واحد تدافر الجهود لأنها ما سهلش كان يخصها اعتمادات كبيرة وتيخصها شركة أكبر وفي هذه المناسبة نشكر شركة يعني من غير الجامعة ومن غير السيف وزير القجاع يعني تقد فينا وزارات أخرى اللي شاركنا الاستراتيجي ووزارات الداخلية ما كانش ممكن أننا نديروا هذه الجولة ونظروا بحرق لتي عمالات وأقالي من مملكة مشينا لستة وسبعين عملوا إقليم مدة سنة ومشينا احنا برجلينا يعني رفقة لجنة التحكيم رفقة الإدارة التقنية الجامعة رفقة واحد فارق عمل مكون مما يزيد على خمسة وثلاثين شخص اللي رفقنا رفقتكم كذلك بتالي بلوس اللي كنتوا شارك إعلامي دينا وشاركنا الإعلامي الرسمي اللي هو لاي السنختين اللي كنشكر وتنشكر السيد فيصل العريشي لتقفينا لأنه وكذلك برنامج مصوار وكتشفه المغاربة من خلال القنوات الرياضية وقنات الأولى لأن عليش درناها برنامج مصوار بغنا نبينوا لهذا المغاربة كاملين 40 مليون مغربي نبينوا لهم المواهب اللي كينا في بلادهم لا نحتاج لاستيراد المواهب من الخارج عندنا مواهب جاهزة كان خاص غلي شد بيديها وهذا ودور يدرت مواهب كروي راح شي اللي كنديره كان جيبوك من دارك ونشدوك يديك ونعطوك الجامعة وجامعك تكلف ديك ديك ساعة الجامعة تقرر على حسب الموهبة ديالك يعني خصوصا كان ذلك لتطعيم المنتخب الوطني لأقل من 15 سنة وكان يوليدات اللي قبل ما نوصلوا للفينال شفنا أنهم مشوا المنتخب الوطني لأقل من 15 سنة وليدات اللي قبل ما مشوا للفينال مشوا المراكز الجهوية التابعة للجامعة ودبا في الفينال غادي خرج أول فوج ديال مواهب كروية اللي كل واحد غايت تحطي إما في مدارس ديال النوادي ديال البطولة إما في المنتخب الوطني لما لا في مدارس تابعة للمنظومة لنحن نشتغل من أجل كرة القدم الوطنية لا يهم وش فريق في البطولة أو لمركز فيدرالي المهم أنه منتوج مغربي سيكون مغربيا هنا بالمغرب ليطاعم منتخبنا المغربي وهذا أنا بنسبة لي هو قمة الفخر في مواهب كروية إحنا يعني كنديرو دور هذا كلواسيط بين الطفل اللي كنخرجوه من أنه كيلعب قدام ببدارهم تكيل قرص ويلعب في المنتخب أو مع فريق في البطولة تنحققوا واحد الأحلام على واحد عدد الأطفال وفيها واحد الجانب كذلك اجتماعي كذلك تحمل واحد غد تبدله حياته إلا خده ما صار كتلاقي مع أولياء أمور كتلاقي مع أوليدات كي بدأوا يسولوك مختلف المدن سوء أنظر بيضان عودنا شي طرائف لي كتوقع مثلا مؤخرا أنا شوف كنت قلت ليهم خليت ولداتي عندي جوج الأبناء خليتهم مدة سنة لقيت راسي وليت أمتها مئة ألف طفل وطفلة ثاني بكي معاهم وتي بقى في راس كان بقى نطلب لجنة تحكيم تيختاروا طناش في البنورية مثلا تبقوا كي بكواعفة كزيد هاداك لقيت كو هاداك كنت أمتها ذاك الأطفال كترم أنني رئيسة تظاهرة وما كنت شاحمد كان قدر نغيب على محطة وحدة ماشي بالضروري أنني يكون فقال محطات يعني كان عندي يعني الاشتغال مع فريق العمل واحد الاشتغال قبلي يعني كان يخصنا أننا نتنقلوا العمالات والولايات كنا كنا نديروا اجتماعات في كل ولاية وفي كل عمالة لأن ما سهلش أنك كتجمع كنا المدون بحال الضر البيضاء ليجمعنا ستلاف طفل وطفلة ندكو؟ يعني بدينا من مئتين تلصنا الستلاف تخيل في المحطة الأولى كانت في اليوسوفية كانت فيها مئتين طفل ختمنا بولايات الضر البيضاء كانت ستلاف طفل في محطة وحدة يعني كان واحد الاشتغال تنظيم كبير واحد الاشتغال كذلك تقني كان صعيب كنا كنا نديروا بزاف المباريات في دقة وحدة للناس اللي كتقول كيفاش كتقدروا تختاروا هذا الكمل هائل يعني الإجابة بسيطة أنها ماشي مباريات هي اختبارات أن الجنة يعني التحكيم اللي كتختار هاد الوليدات ضابط المعايير التقنية ديالها بوحد المعايير اللي وضعها الفيفا ووضعها الجامعة كينا أطور تقنية تابعة الجامعة متخصصة غير في فئة البراعيم وفي التنقيب التنقيب عنده تقنيات بشي بدروا تلعب تسعين دقيقة باش نعرف كوش عندك الكورة ولا لا كيفاش بلوكا كيفاش التموقع دياله في الملعاب كيفاش البنية الجسدية كتبه لك مقومات لعب طريقة لعب دياله وكل شيء شفوه المغاربة عبر عبر برنامج لا نكدوت ولا بغيت لا نكدوت ولا كل شيء يحسب لي واش انا عندي صور ديالجامعة كل شيء يتصل بيه بالواتساب وبالفيسبوك وعفكرها عندي واحد الولد بغيت ندخلوها تشير عنده دوابط وانا كنقولها هنا احنا ما الا واحد من الانهار العديدة التي تؤدي الى الاحتراف راه الجامعة كتشتغل بطرق اخرى كتشتغل يوميا موهب كوروية تخسل واحد يتسجل فيها عبر موقع ما فيهاش التواصل المباشر ولا نقدرونش تدوشي واحد بيديه وندي وديغك يجيشارك ويدوز من المرحيل كلها من المرحلة ديالعمالة والاقاليم مرحلة الجهة والمرحلة النهائية هذا المرحلة النهائية ان شاء الله بعد رمضانيك بعد رمضان مباشرة ستكون المرحلة نهائية كيف كان اعرف ما دم بها يعني نجاحات متعددة ومجالات مختلفة لكي تأخذي الرياضات سير ديبلوماسية وغيرها من الامور كيف هشير كيف كان قولنا حنا كتشيك لقانتك سننجح فيه سننجح فيه سننجح فيه سننجح السياسات سننجح السياسيات سنتخبتي اختارتي مكان لي مغاير أي سياسي انا سنتمشيليه من بعد ما هو الشير عندما تترشق لقانا او لا لا وعندك كيف كان قوله الكتابات اعلامية بزاف تلحواجه وشد الكاسكاد وش كل مرة كتحيدي كاسكاد نقول بلاشي لبسر الكاسكاد تأسية او لا رشق لك كيف كان قوله تتوكل الله مثل بش الكاسكاد انا كيف ما كان قول مجموعة انسان يعني با هي هي الشي كامل ومش يغيك ترشق لي او لا كي كان قوله بالداريجة غي تنقز من المجال للمجال باش نجاوبك لا ماشي تنقز شوف انا كنخدم بشغف قلت هلك من الاول من عرف تراسي اعرف تراسي بانسانة شغوفة ماشي كنقول لك الشغف كلنا عندنا واحد الهدف عندي هدف واحد في الحياة ولي عندنا كاملين ان نكونوا سعداء في حياتنا باش نكونوا سعداء يعني المعادلة بسيطة ووجدتها في التقافة اليابانية فيما يسمى بالإكي جي الى قدرتي تجمع واحد ربعات على الاشياء احمد في حياتك كتقدر انك تكون سعيد خصوصا في مجالات كاملة انا نهارك تقدر تجمع اربعة اللي هما الباسيون ديالك اللي هو الشغف ديالك ترد منه اون فوكاسيون التوجوه وذيك الى فوكاسيون ترد منها اون بخوفيسيون اللي هو من هنا وذيك الى بخوفيسيون ترد منها اون ميسيون اللي هي مهمة في الحياة وهنا تخلق السعادة يعني انا مني كنلقى شي ميدان تجمع لي التوليفة ربعات حوية شي حاجة كنعرف نديرها عزيزة عليا نقدر نتخلص من نهار ربح فيها حياتي ومرة ذاك الربح كنقدي واحد المهمة سامية في الحياة كنديرها يعني الى هاد الشي تجمع في شي مجال في الاعلام في الرياضة في التسير فاش ما بغي تجمع وانا ماشي تنحلم يعني انا ديما الحلم تنحول نرجع المشاريع ديما تنقول لك الفرق بين الحلم وبالمشروع وانا كنقدرون نحول الحلم وبالمشروع بحاجة بسيطة ان نديروا الخارطة الطريق ان نامنوا به اننا ما نتخلعوش ودي ما سيعجبني نقول لواحد المقولة ان لا توجد احلام كبيرة توجد فقط مخاوف كبيرة الخوف هو اللي تيهلكنا ولي ما سيخليناش نمشي وانا ما تنخافش قاه متنعرفش كلمة خوف متنعرف كلمة خوف مالله خوف من شي حاجة ما كتخلع عني شوتي حاجة ما كتبالية كبيرة عليا اوزيز عليك شوية حب المغامرة كتغامرة شوية اكيد شوف ميمكنش نكون مقاولة لما كنت تعجبين مغامرة هي المقاولة مغامرة في حداتها نمشي معك ابعد من الحياة مغامرة نغامر كل نهار كنحلو عينينا وحناك مغامرين نغامر واش كتعرف شنو غي وقع ليك غدا يعني انك تعيش مغامرة خس كتقبلها وخس يكون واحد شوية روحانيات يعني واحد الانسان اللي كبرت واحد البيت اللي تحددت عليه قبيلة اللي الجد ديالي كان فقيه واعتزوا به الأخوال ديالي أدباء سياسيين متقفين في أسرة علم الأب ديالي أستاد مناضل أديب تعلمنا اننا نخدمو على المبدأ ونخدمو من القلب ونخدمو على شي حاجة اللي كان قتانعو بيها ونكونوا مقتانعين بيها وتكون مرورنا في الحياة ما نكونوش غير عابري سبيل في الحياة لا نأدي واحد المهمة وخافي بسيطة اشتري المهمة بسيطة يلاقي انا مررت واحد المعلومة ما كان عرفها هذه راه مهمة في الحياة ما تسمعش مهمة في الحياة وحسب لكم منعفش نغسك تأسس شي حاجة ولا لا 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 تأسس غير المبادئ الدفع عليهم وتكون واحد الانسان اللي لا يشتغل فقط لنفسه لكنه يشتغل للاخرين كذلك هذا يعني هي التوليفة اللي كنحاول اللي كنحاول نتوفق فيها في حياتي اليومية أنا شديدة منافسة مع نفسي لا أتنافسه مع أحد سباق مع نفسك فقط سباق مع نفسي يومي كي يخصني أنني كل يوم كي كنت البارح انتقادات ماذا بها؟ أنا انتقاداتي لن تختار أنك تكون نقدر نقول لواحد لا بخصك تقبل الرأي تعدك الآخر ليس ديمكس لواحد يدرم عليك زوين بشيء هذه أنانية لا أخصك تقبل الرأي يكون سلبي أو يكون إيجابي تقبله غير هو الرأي أو الانتقاد يكون بناء ويكون مبني على واحد الأسس اللي هي بناءة ليس يكون جاي غير من واحد شر مجاني ولا من واحد الحقد مجاني لأننا اللي كنعطاه للكلمة القوة إلى أن هذا النقد أو ذلك الكلمة السلبية أعطتها واحد القوة ستكبر والكلمة الإيجابية أعطتها قوة ستكبر أنا كنعطى القوة لما هو إيجابي في حياتي وفي علاقاتي فهمتك سوف نقوم بفقرتنا الأخيرة أسماء والإسم اللي عندي هو سيبن سعيد أي تيدر ما يشكل لك؟ سيبن سعيد أي تيدر يشكلوا يذكرني بطفولتي أنا ما عرفتوش بزاف شخصيا لكنه هو من أسماني كان عراب أبي سياسيا الأب زيالي كان من الناس اللي السوا من ضمات العمل الديمقراطي الشعبي اللي أنا فتحت عيني سياسيا على بوليتيك اللي هي أو المرحوم بن سعيد أي تيدر اللي كان قدم العزاء للأسرة دياله الأبناء دياله والزوجة دياله والأخ دياله والجميع من ضليل يسار أنا يعني تربيت في أحد البيت يساري وكان اسم ياروج يوميا كان المنزل تعني هذه أول مرة نقولها أنا كان المنزل تعني بمدينة أقادير هو أول مقر لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي في الثمانينات بمنطقة الجنوب كان الأب دياله هو أول كاتب جهوي ديال منظمة العمل الديمقراطي الشعبي وتعلمت أبجديات السياسة على هاد الناس كي بلي أنا أيقونة رجل وطني رجل نظيف رجل لم يزغ يوما على عهده ولا على طريقه رجل يحب وطناه وتعلمنا منه بزفة الحويج والله يرحمه وما كان هناك شي يكون لدينا بزافة سياسيين بحركك لأننا نشتاقوا لممارسة العمل السياسي النبيل هذا الشي اللي كي ذكرني بها كان نبيلا لأن النبل والسياسة شوية صعبة أحمد سي بن سعيد كان كي يجمع هاد جوج كان يجمعوا النبل وممارسة السياسة والنضار الحقيقي رحمة الله عليه مدن بهي شكرا لك أنك كنت ضيفتي في بودكاست أما بعد أقبولك دعوات البرنامج من جديد وفخور بمرأة ملك أنك كنت مثلي المرأة المغربية في جميع المجالات والاختصاصات والقوة اللي عندك وكنت من لك إن شاء الله المزيد من توفيق والنجاح إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا على الدعوة شكرا لك وانا بدوري مستمعنا كرام كنوصل معاكم من نهاية حلقتنا اليوم نتلقى في حلقة أخرى مع ضيف آخر السلام عليكم اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة